السلام عليكم كيف توا مالا بس عليكم صحيح لباس نتمنى تكونوا باخر وعلا خير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ديالي يوم ان شاء الله نشارك معاكم هذه الحلوه هادي اللي ما كتخطاش شيدال مغربية حلوه اللي هي تقليدية ديال زمان بطريقة سهلة بلزبدة بلتشي حاجة غيب البيض وكتجير طباب كتجيف حلاف حل كيك كما تشوفو كتقطع كما كانت شر طباب ما غديش تقطاب ديالتطريقة كتجير طباب وكتدف الفم كما كان قولو شون طبوش اللي كتن خليكم معا المقادير وطريقة صحيح وصف البنات بسبب المقادير عندي هنا يا أربعة ديال ببيتات جيش كيسان ديال السكر جيش كيسان ديال الزيت كما شفتو العبار ديال كيسان ديال العنبة عندي هنا جوج معالق ديال كوفيتير ديال مشماش عندي هنا واحد قشرة ديال ليمونة او اللي عملو قشرة ديال بورتوقالة شوية ديال الملحة واحد الخميراء ديال 15 قرام اللي غادي نستعمل يعني لك انو الخميرات ديال 7 قرام نعملو جوج خمارة والطحين طبيعة الحالي علي حسب الخالب صف البنات كما شفتو المقادير اللي هو مبساطين بزاف وكان حصل لها حليوة صراحة جيغزالة ورطباها وصف البنات كما شفتو غادي عملت ببيتات مع السكر غنخلط مزيان 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 في حال شكلي كان عملو الكيك وليكن الكيك طبيعة حالي كان طلبو كتر وكتر ومهم غادي نخلط مزيان ديك السكر ديالي مع ببيتات بحالها كده وغادي نزيد السيتس صراحة هاد الحلوة اللي مازال معمل الحلوة ينوضع منها دي ووجدها بالزربة شي حاجة لي هي سهلة كتوجد بالزربة وفي نفس الوقت كتجيل ديال وكتبقى يعني هي اللي كنديروها وخنديروها كل عام في الطبلة ديالنا صراحة زويبنا وبسيطة ولكن غزالة صراحة وصف البنات غادي نخلط لها المكونات اللي اتكرت معاكو الملحة وغنزيد ديال الخميرة ديال الحلوة وصف البنات غادي نزيد الطحين بشوية بشوية يعني كنت طحين نحاولو من دخلو لشوية كمية كتير رضيال الطحين يعني كنبقى نضيفو الطحين بشوية بشوية وصف البنات غادي نضيفو الطحين بشوية بشوية ويعني ما كان عجنوها ما تساشي حاشا حسان الحلوة كنت تشغل نخلطوها وصفي بلا ما ندلكو فيها بلا تساشي حاشا سوف نستمر لها الطريقات نحصل لها واحد العجينة اللي تكون رطبها وصف البنات كما شفتو بعد مجموة الخالي ديالي كتكون عجينة بهذا القوام هذا كما شفتو العجينة اللي رطبها بزاب بزاب وصف البنات ديال بندوز نحو ديال معلقة صغيرة وانه نبدأ نشكل فيهم كما شفتو كي ورث لي هما صغيرين دائما انك نستمر لها المعلقة صغيرة باش كجيني نفس العبر وكجيني سهلتها في الهزة ما شيف حالي غا تقطع بيدك وصف البنات إلا كنتو غا تعملوها يعني غا تعملو غي وحيدة ما غا تشت ضوبلوها تقدروا تعملو الحلوة اللي تكون كبيرة شوية ولكن إلا كانت الحلوة هيدا كتلسقو وحدة موحدة ضروري تعملوها صغيرة حتى ما زال كتنفق شوية في الفران وبالنسبة لها المعلقة البنات كتساعدكم باش كتزو نفس الكيمية وفي نفس الوقت كتقطعوا العجينة بكل سهولة وبالنسبة لبنات اللي يبغوا يعبرو يعبروها أنا صراحة يعني كتجيني هيها ديك بالأخص فاش كنقطعها بالمعلقة كنحاول نجي بالقياس هو هدك وكتجي صراحة زوبنا وكتجي في حال في حالة وحدة ما كبيرة مختم وغنستمر على هالطريقة تنسى السينية ديالي كاملة وندخلها الطيب موسيقى شكرا موسيقى 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 وصف هذه البينات كما شفتو غنستمر لها الطريقة نسيلي لطا ديالي كانوا ندخلها الطيب في الفران كما شفتو دخلتها لدرجة الحرارة 160 أو 170 نستطيع أن نحمرها جدا لدرجة من فوق ومن تحت كما شفتو دخلتها المذكرة حما أشتركها كما نحمرها كما شفتو دخلتها لا حمرها يستطيع أن نحمرها كثيرا لكي نقوم بعمله ومحافظة عند هذه اللون البيتك وهو أزوج في الحرارة وكارثرت مالذكو في المسمى صافية هنا الكوثير المشمهش انتشغها مثل والاحدة ينتقل في حال في حال قط 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 وخما لا تعمل فيها القط ويأتشغرب توحي لديها جيدا قطع بها يعني كل واحدة قد ختم وصفة البنات غاد نلصق الحلوة ديالي كاملين تنسى ليهم من ثمن الكوفيتين ما كنزيد له تشي اضافة ما كنزيد له لقليقوز لتشي حاجة غين كوفيتين عادي ارا كتلصق صراحة وكتشد راسها اضافة ما كتشوفو هاد الكوفيتين اللي بقالية غادي نزيد له شوية ديال مزهار مهمتو ما كنزيده غيباش يطلق شوية راسه انا ما عملتوش خفيف بزاف ما كنزيد له يعني ما كنزيد له يعني ما كنزيد له شوية ديال مزهار وصافي كرمداد اكسا نحط هيدا الحلوة ديالي كنحاول يعني فاش نحطوه من هزومش بالزربان نخليوهم واحد شوية بحاش كلي الكيك فاش كنسقيوها كي نرطب وكيدو فالفوم وفاش ما كنخليوها يعني بلا ما كنسقيوها كيكون عاو تاني شوية شد راسه وناشف هكدك هاد الحلوة هادي اللي البنات اللي كتجيوها مناشفها غي خليوها شوية هيدا في الكوفيتير هاو صافي ارا كتسر طابو كتجيو زوين كتجيو زوين كتدف الفوم صافي كما شفتو خليتها واحد شوية غادي نهزها دابان حييد من هذيك الكوفيتير كامل زي نحاول نفطها مزيان باش تفاش غا نفندها في الكوك يجي الكوك فيها باين ويجيو زوين يعني ما جوفش ديالي كتروف هذي الكوفيتير غايخصروا لنا ديك ساع المنظر ديالها وصافي البنات كما شفتو غا نصابنا على هالطريقات ونسي الكيمية اللي عندي كاملها كنعمل كمية هيدا في الكوفيتير كنخليها واحد شوية كنحيدها من بعد كندوز كنفندهم هيدا في الكوك باش قدروا تعملوها البنات الحليوة ديالكم في الكوفيتير تخليهم يتشربوا ودوز وتفندوا هادو ونسوا ما غادي يعني اذا بغي حيتاش كنصور ليكو يعني هذيك هيا باش كنمشي كنعمل حلوة في الكوفيتير كندوز نحيد هذي من الكوك وكان نرجع كنجبر اخرى شربوت كجي ييا هذيك وهي غادي ووصفها البنات انا فاش كنفندهم في الكوك نحاول نلبسهم مزيان مزيان بديك الكوك باش كي يجي اللون ديالهم بياط وفي نفس الوقت الحلوة صبح الله فاش كتفندها في الكوك كتعجبني انا حسن كتعجبني دي عامرة مزيان مزيان من ثمان نسلي طبعية الحلي عزيز عليهم الكوك في حالي واللي ما عزيزش عليهم يععملو غير شي شخفيفة وصافي وصفها البنات انا نصمع لها الطريقات تنسلي الحلي وديلي كاملين وندوز باش نوريكم شكل اللي يعلنها النهائي كيفاش كتجي كتجي غزالة بزبسف وصفها البنات كما تشوفو كدجي عليها التشكيل لغنقطع معاكم وحتى باش تشوفوا القوام ديالهم من داخل وكيفية تنسلي الحليل كيفاش كتجي تقطع البنات بالزربار لانها كتجي رطبا بزبسف يعني كما كانت شرطبا ما تقطعش معانا بديك سهولة وصافي هادي وشكل نهائي ديال الحلوة ديالي كتجي عليها تشكيل كتجي صراحة بسهلة فتعليكم غزالة غزالة غي يجربوها وكما شفتو فيها شلم قادير كثيرة وسهلة بزبسف وصافي هادي الوصفة ديالي تنهار ديالي وما تسميني تتعجبكم وهنا كيسالي الفيديو ديالي نتلقى ان شاء الله في الفيديو جديد مع وصفة جديدة وخليتلكم الراحة وبسلامة اشتركوا في القناة